توافد المواطنون على الحضائق العامة والمتنزهات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك للاحتفال بالعيدة وفي محافظة الجيزة شهدت حديقة الحيوان إقبالاً كبيراً من الزوار خصوصاً مع التطور الشامل للحديقة والبرامج الترفهية التي أعدت لهم وسط أجواء الفرح والبهجة وإجراءات مشددة لتوفير الجو الملائم للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة زوارها في أول أيام عيد الأضحى المباركة حديقة الحيوان بتستقبل السادة الزائرين وطبعاً هي مقصد مهم جداً لكثير من الأسرة المصرية وطبعاً تعليمات معالي وزير الزراعة أن احنا نكون في حسن استقبال الناس وفراحتهم وحقيقة احنا فيه إيقاف لجميع الأجهزات والرحات بالنسبة للسادة العاملين من أسرة الحضراء الحيوان والناس من الصبح عندها مفهوم أنها لازم نستقبل الناس براحة ويبقى يوم جميل للجميع السادة الزائرين تنوعت مظاهر البهجة والاحتفال مع التطوير الشامل الحديقة بتوفير حيوانات جديدة وبرامج ترفيهية تشمل مضحف للحيوانات وطيور نادرة محنطة وقرية للأطفال هناك جميل اليوم جميل والله نزلنا النهاردة نفسح العيل والجنيرة جميلة والحيال جميلة جوه هادي النهاردة اخترت ايل النهاردة علشان هديك الحيوانات فيها حاجة كثير حلوة وحيوانات كثير وتطوروا من نفسيهم وعملوا متاحف في الوقت بناسبة كورونا هم تطوروا من نفسهم وعملوا متاحف وحاجات حلوة حديقة الحيوان دي جميلة جداً فيها كل الحيوانات وكل حيوانات نضيفها يعني وفيها ملاه وفيها مطعم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تعمل الحديقة طوال أيام الأسبوع منذ ثامنة صباحاً مع توفير المقاعد ووسال النقل الداخلية الملائمة لضمان زيارة سالمة وممتعة لعشاق حديقة الحيوان